أهلاً بكم من جديد التطورات على الميدان الجديد على أرض غزة المقاومة التحضيرات لرفح الحديث حول ذلك أرحب بضيفي الخبير الاستراتيجي والعسكري لنظار أبو زيد مساء خير نظر بي مساء خيراً سيداً سيداً محمد أبدأ من فيديو بثته المقاومة نتابعه سوية فقط حتى يعني نضع المشاهد في صورة التطورات هذا الفيديو الأخير لإعلام العسكري للقسام نعم سيداً محمد أعادت المقاومة من جديد في شمال قطاع غزة كما توقعنا وقلنا أن المقاومة قادرة على إعادة تنظيم نفسها قادرة على إعادة بناء نفسها عسكرياً في مناطق الشمال هذا المقطع ظهر في حي الزيتون الذي تكلمنا عنه يوم أمس وقلنا أن قوات الاحتلال شنت عملية عسكرية بلوائين في حي الزيتون لاحظ عمليات القنص عادت مجدداً لحظة دقة في عمليات القنص أن المقاومة استطاع رصد القناص لقوات الاحتلال استطاع من خلال فتحات الأبنية التي يتبعها هذا التكتيك تتبع كل عمليات القنص والقناصين وبالتالي هنا تظهر البراعة والدقة وعادت المقاومة قوية في الشمال وليست عشوائية بمعنى أن المقاومة عادت باستخدام نفس أسلحتها بل على العكس رأينا في هذا المقطع هناك عبوات استخدمت ضد الدبابات المركافة لم نأحدها سابقاً في مناطق الشمال وبالتالي أيضاً المدافع الهون كما يظهر في المقطع قامت المقاومة باستخدامها ضد تجمعات جنود الاحتلال من أين جاءت هذه الأسلحة؟ من أين عاد المقاومون؟ كيف تم إعادة انتشارهم وإعادة بناء نفسهم؟ هذه تكتيكات بارعة جداً للمقاومة تشير وتدل على احترافية المقاومة وتؤكد ما كنا نقول من نبض البلد أن القيادة والسيطرة لدى المقاومة لا تزال متماسكة وتستطيع إصدار العمليات وسلسلة القرار العسكري لا تزال تتمتع بقدرة عالية على اتخاذ هذا القرار وهذه المقاطع تؤكد ما كنا نقول من نبض البلد حول هذه المناطر كويس هذه النقطة الأولى وهذا موضوع ما تزدره المقاومة ودي أسمع اليوم رأيك وجد نظرك بما يحدث على أرض الميداني في قطاع غزة من تطورات عسكري نعم شمال قطاع غزة اليوم العمليات بكثرة وتمت نجحت المقاومة وقامت المقاومة بتعزيز عملياتها في شمال قطاع غزة بالتحديد في عملية حي الزيتون من خلال المقاطع التي بثت اليوم ومن خلال البيانات المتسارعة المكتوبة التي نشرت من خلال المقاومة عن ماذا يجري في حي الزيتون يبدو أن قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة اعتقدت أنها تستطيع معالجة جيوب المقاومة بؤر المقاومة من خلال اللوائين من الفرقة 162 مدرعة التي تحركت باتجاه قلب مدينة غزة باتجاه حي الزيتون إلا أنها فوجئت بهذه المقاومة فوجئت بتكتيكات المقاومة وهذا يدل على أن العمد تكتيكي لدى قوات الاحتلال لا يزال موجود أقصد بالعمد تكتيكي أن عنصر الاستخبارات الذي يغذي المعلومات التي تغذي القوات أو القطاعات البرية حتى تقوم بواجباتها لم تكن على أكمل وجه منذ 137 يوم منذ بدء العملية العسكرية وبالتالي لا تزال اليد الطولة استخباريا وعملياتيا لقوات المقاومة ننطلق الآن إلى المنطقة الوسطى هناك معلومة رشحت وأخذت استحوذت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهي أن وحدات الهندسة لقوات الاحتلال بدأت تقوم بإنشاء طريق معبد من غلاف قطاع غزة انطلاقا نحو الشاطئ طريق واسع طريق واسع نعم وبالتالي هذا الطريق باتجاه الشاطئ بالتحديد باتجاه طريق الرشيد أغلب المؤشرات المطروحة على الأرض تدعم خيار أن هذا الطريق يتجه مباشرة باتجاه نتساريم السابقة مستعمرة نتساريم التي كانت موجودة في قطاع غزة قبل 2005 والتي أصبحت بعد 2005 مدينة الزهراء وبالتالي هذه النقطة تكلمنا عنها من نبض البلد وقلنا أن قوات الاحتلال تريد الوصول إلى نتساريم لأن نتساريم إذا رجعنا إلى تاريخ نتساريم كان فيها معسكر لقوات الاحتلال سابقا قبل 2005 وبالتالي تعرف جيدا قوات الاحتلال ماذا يعني الوصول إلى نتساريم وبالتالي وصول هذا الطريق من غلاف قطاع غزة إلى نتساريم إلى طريق الرشيد على الشاطئ يعني أن قوات الاحتلال تريد إعطاء قطاعاتها قابلية حركة من الشرق باتجاه الغرب كما أنها تريد إعطاء قابلية حركة لقواتها من الشمال باتجاه الجنوب عبر طريق صلاح الدين وبالتالي عملية الفصل وتقطيع أوصال قطاع غزة لا تزال مستمرة من خلال وادي غزة الذي يأتي على كتف جحر الديك المغازي أنصيرات أيضا الآن جاء الطريق البري جنوب وادي غزة وأعتقد أن قوات الاحتلال لن تخرج من خان يونس كما تكلمنا يوم أمس إلا أن تقوم بإنشاء طريق عرضاني نفس هذا الطريق جنوب خان يونس حتى تفصل خان يونس عن رفح أيضا هذا فيما يتعلق بس هذا الطريق يعني اليوم ألا يدل أن الاحتلال لا ينوي السير بما تحدث فيه في مناحي الهدنة مثالا أو أنه لا ينوي الانسحاب من قطاع غزة والبعض يقول أن هذا الطريق سيمهد لقوات الاحتلال القدرة على الدخول والخروج من القطاع وفق ما تريد نعم وهذا الطريق ينسجم مع ما يفكر به الاحتلال وهو الانتقال نحو المرحلة الثالثة بحيث أنه يتم تقليص عدد القوات ثم يتم بعد تقليص عدد القوات شن عمليات بدل العمليات التقليدية التي يتم شنها الآن يتم شن عمليات البيك أب أو العمليات الانتقائية وبالتالي هو يريد توفير قابلية حركة جيدة لقطاعاته التي ستتحرك من مناطق من المنطقة العازية التي ينوي إنشاءها بناء على المرحلة الثالثة حتى يتحرك شرقا وغربا بحرية بناء على هذه الطرق العرضانية التي بدأ ينشئها أو يشكلها في بعض المناطق ومنها هذا الطريق الذي عرفه بالمناسبة أو عرفه الاحتلال بطريق 974 وبالتالي هو ينوي على ما أعتقد أنه القيام بأكثر من طريق عرضاني تقطع طريق صلاح الدين بحيث يستطيع الفصل بين الشمال والجنوب وبين الوسط والجنوب على هذه الشاكلة من التكتيكات البرية لكن هذا يعزز فكرة أن قوات الاحتلال لا تريد انسحاب من قطاع غزة هي لا تريد انسحاب هي تفكر بالمرحلة الثالثة بإن بأسوأ الحالات بالبقاء في منطقة في المنطقة العازلة التي ينوي تشكيلها بحدود منطقة الغلاف وتكلمنا عنها بالنبض البلد كثيرا أنها منطقة على طول حدود غلاف قطاع غزة وبعمق 2.5 إلى 2 كم على طول الشريط الحدودي الخرائط ماذا تقول لذلك؟ نذهب إلى الخرائط ونذهب إلى المنطقة الأكثر اشتعالا وأكثر سخونة وهي منطقة خان يونس الظهر أمامنا على الخارطة مباشرة هذه المنطقة تحدثنا عنها يوم أمس كثيرا وقلنا أن قوات الاحتلال أعلنت وقالت أن العمليات ستنتهي قريبا في خان يونس وتوقعنا أن يقوم الاحتلال بناء على القواعد التحليلية الموجودة لدينا والمؤشرات وربطنا ذلك بالخطة الزمنية للانسحاب توقعنا أن يكون هناك انسحاب للفرقة التي تقاتل في خان يونس وهي فرقة المضليين 98 وقلنا أنها قد تنسحب كلها أو جلها يعني كل الفرقة أو جزء من الفرقة قد ينسحب وبالتالي اليوم بدأت المواقع نشرت الكثير من الأخبار والأنباء عن انسحاب لواء جعفاتي الآن دعني فقط أفصل ما الذي يحدث في خان يونس في خان يونس هناك الفرقة 98 مضليين هذه الفرقة فيها ثلاث ألوية اللواء المضلي الأول يقاتل شرق خان يونس بالتحديد في منطقة من غلاف قطاع غزة حتى بن سهلة لواء مضليين يقاتل شمال خان يونس ولواء جعفاتي كان يقاتل غرب خان يونس وبالتحديد في منطقة المواصي وتم تجميع لواء مدرع بالقرب من أو يعمل مع اللواء جعفاتي هذا اللواء المدرع الذي شن العمليات في محيط مستشفى ناصر وبالتالي بعد الإعلان الإسرائيلي يوم أمس أنه سيقوم أو ستنتهي العمليات قريبا تم سحب اللواء جعفاتي من مناطق المواصي بالقرب من طريق الرشيد غرب خان يونس وتجمع هذا اللواء في المنطقة الشرقية من خان يونس لماذا تجمع في المنطقة الشرقية من خان يونس ولم ينسحب إلى الغلاف مباشرة لأن هذا اللواء حل مكان اللواء ستة أربعة ستة المضليين الذي سحب في خمسة عشر اثنين وبالتالي هذا اللواء بقي في هذه المنطقة مدة يومين وهذا ما قلنا عنه سابقا أن خطط الانسحاب تكون على مراحل أولى مراحل الانسحاب هي التخفيف من القوة وبالتالي تم التخفيف من القوة المجحفلة في خان يونس وسحب جعفاتي باتجاه شرق خان يونس ثم سحب إلى خارج منطقة غلاف قطاع غزة كما حدث اليوم وصدرت على وكالات الأنباء وتم إعلان ذلك في المصادر العلنية أو المواقع الإخبارية فيما يتعلق بالوحدات المتبقية في خان يونس هناك اللواء المضليين 35 لا يزال موجود ويقاتل شرق خان يونس وهناك اللواء السابع المدرع يقاتل غرب خان يونس في حدود أو في المنطقة ما بين حي الأمل وما بين مستشفى الهلال الأحمر وبالتالي ما يحدث في خان يونس يبدو أن قوات الاحتلال تعيد تنظيم قواتها تعيد تموضع قواتها في حدود خان يونس استعداداً للقرار السياسي القادم وبالتالي القرار السياسي سيحكم ما الذي سيحصل فيه خان يونس بمعنى تقدم باتجاه رفح جنوباً أو اختحام خان يونس تماماً وكما تكلمنا يوم أمس بس إما 66 يوم ما ندروش تخر خان يونس هذا الذي تكلمنا عنه يوم أمس أنه بعد 66 يوم لم يستطع تحقيق أي أهداف في خان يونس وكانت تقول قوات الاحتلال إعلامياً أن خان يونس هي مركز الثقة الاستراتيجي أن خان يونس تتواجد فيها كل الأسرى وأغلب الأسرى الموجودين لدى المقاومة إلا أنه بعد 66 يوم لم يستطع تحطيم القيادة والسيطرة أو المركز الثقة الاستراتيجي للمقاومة في خان يونس ولم يستطع الوصول إلى الأسرى في خان يونس وبالتالي هذا يعزز أن الاحتلال ورغم أنه لا يعلن عن ذلك تعرض إلى خسائر كبيرة في خان يونس لذلك اضطر إلى الانسحاب وهذا أيضاً يدعم ما كنا نقول عنه من نفض البلد أن القوات إذا تجاوزت النقاط الحرجة في الخسائر البشرية أو الأليات وهي 35% من حجم القوة أي ثلث القوة يصبح على القرار العسكري لزاماً إما سحب القوة أو وقف العملية وبالتالي يضطر الاحتلال أو يضطر الاحتلال في خان يونس بعد 66 يوم من الخسائر التي تعرضت لها الفرقة المظلية 98 إلى سحب أجزاء من اللواء وكانت هناك في خان يونس سبع ألوية الآن نتكلم عن اللواءين زائد اللواء المدرع السابع اللواء المضليين ويوجد معه كتيبتين من النخبة وهي كتيبة أوغاز ويقوز وكتيبة ماقلان وبالتالي كل هذه القوات التي كانت في خان يونس لم تستطع إنجاز شيء الآن ما الذي سيحدث في خان يونس بناء على ما صدر يوم أمس من السياسيين إلى أن عملية خان يونس ستنتهي قريباً هل سيقوم بسحب كل القوة؟ هل سيتبقى جزء من هذه القوة؟ أعتقد أنه لن يقوم بسحب كل القوة لأن هذا انتحار تعبوي إذا قام بسحب كل القوة وترك المنطقة فارغة لذلك أعتقد أنه سيبقي ما الذي يصدق بانتحار تعبوي؟ انتحار تعبوي لأن ذلك لا يجوز لا عسكرياً بعد 66 مليوم من القتال وقال أنه يقاتل مركز ثقل استراتيجي أن يقوم بسحب كل القوة من خان يونس ويترك ما تبقى من المقاومة في خان يونس لذلك أعتقد أنه سيبقي على لواء في خان يونس هذا اللواء فقط للمشاغلة والتثبيت لقوات المقاومة واللواء الآخر سيتوجه جنوب خان يونس حتى يعمل عملية فصل في هذه المنطقة بالتحديد على الخارطة الجنوب خان يونس هذه المنطقة وبالتالي المشهد التعبوي الموجود في وسط قطاع غزة والذي تكلمنا عنه قبل قليل وقام بعمل طريق عرضاني في وسط قطاع غزة سيقوم بتطبيق نفس النموذج جنوب خان يونس بطريق عرضاني تمسك أحد ألوية الفرقة 98 المتبقية في خان يونس حتى يفصل بين رفح الموجودة جنوبا وبين خان يونس حتى لا يتم تبديل بين عناصر المقاومة في خان يونس أو في رفح فيما يتعلق في عملية رفح وتم الحديث عنها كثيرا والآن تقريبا من 21 يوم والاحتلال يتكلم عن رفح لازلت أؤكد أن كل المؤشرات والقواعد التحليلية تدل على أن الاحتلال لا يزال يستخدم ورقة رفح كورقة ضغط لتحسين وضع التفاوض وبالتالي عندما يوم أمس أعلنت حكومة الاحتلال أنها ستؤجل عملية رفح إلى منتصف شهر إبريل أربعة أعتقد أن هذه أيضا مناورة سياسية يريد الاحتلال منها محاولة الضغط على المقاومة من أجل الذهاب إلى طاولة المفاوضات قبل رمضان لعله عسى يخرج بمبادرة سياسية تريح قواته نوعا ما الاحتلال يتعرض لخسائر كبيرة المقاومة تعرضت لضربات كبيرة المقاومة تعرضت لخسائر لكن الفرق بين خسائر الاحتلال وخسائر المقاومة أن المقاومة لديها القدرة على إعادة بناء نفسها الخطأ الاستراتيجي الذي وقع به الاحتلال أنه يقوم بمقارنة خسائر المقاومة بقوات تقليدية نظامية يعني عندما تكلم يوم أمس من يمين نتنياو أنه تم القضاء على ثلاث أرباع المقاومة أي خمسة وسبعين بالمئة من قوة المقاومة هو قام بمقارنة خسائر المقاومة بقوات تقليدية أي بمعنى جيوش نظامية تقاتل جيوش نظامية الجيش الإسرائيلي جيش نظامي يقاتل جيش نظامي وتكلم عن هذه الخسائر كقوات نظامية وهذا في العرف العسكري لا يجوز لا يجوز المقارنة بين قوة نظامية وقوة تقاتل كان السؤال من وين هذا الرقم؟ يعني هذا الرقم يعني هذا التحليل لاستخباراتي هم على الأرض مش عارفين وين أنا مش عارف وينك بقيم خسائرك كيف الآن كيف بنى تقييمه على ثلاث أربع القوة هو قال أن في شمال قطاع غزة هناك عشر كتاب أربع كتاب في بيت حنون وبيت لاهي والمناطق الشمالية وجبالية وهناك ست كتاب في غزة المدينة وهذا التقييمات الاستخبارية التي أعلنت عنها الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية الآن عشر كتاب في شمال قطاع غزة أربع كتاب في الوسط في المغازي وفي جحر الديك وفي انصيرات الآن أربعة عشر كتيبة وست كتاب أربع كتاب في خان يونس وأربع كتاب في رفح الآن عشرين كتيبة هو كونه أعلن أنه سيطر على المنطقة الشمالية إذن قضى افترض أنه تم القضاء على ست كتاب وكون أن قواته تقاتل في المنطقة الوسطى افترض أنه تم القضاء على أربع كتاب وبالتالي افترض أنه تم القضاء على خمستعشر كتيبة من أصل عشرين كتيبة للمقاومة وهذا في العرف العسكري لا يجوز التقييم وتقييم الخسائر بهذه الطريقة لأن القوات النظامية تختلف عن القوات التي تقاتل بحرب عصابات كما تقاتل المقاومة وبالتالي مقيس القوة تختلف وجداول الخسائر تختلف وحتى جداول الاستهلاك في الذخيرة والسلاح تختلف لأن هذه الجيوش ليست نظامية لكن الخطأ الذي وقع في قوات الاحتلال كما تكلمت قبل قليل أن الاحتلال قام بمقارنة القوة كقوة نظامية هنا أود أن أقف عند نقطة أنا لا أتكلم أن الاحتلال ضعيف وأنا لا أتكلم أن جيش الاحتلال لديه أخطاء تكتيكية أنا أتكلم أن جيش الاحتلال قوي وتخطيطاته قوية لكن المقاومة كانت أقوى منه واستطاعت التفوق عليه لكن نحن لا نعطي المقاومة حقها إذا قلنا أن جيش الاحتلال ضعيف واستطاعت المقاومة التفوق عليه لأنه ضعيف هو قوي بكل الأعراف العسكرية لكن المقاومة برعت باستخدام تكتيكاتها وبذلك تفوقت تكتيكات حرب العصابات تفوقت على جيش نظامي وعد من أقوى الجيوش في العالم مفق التصنفات الدولية أود أن أشير إلى نقطة غاية في الأهمية يجب أن لا نغفل مناطق الضفة الغربية قوات الاحتلال تتحرك في جنين في مخيم جبالية عفوا في مخيم البلاطة في طول كرم في هذه المناطق ولا يزال يعاني يوم أمس تعرض إلى خسائر أحدهم أحد قادة قوات النخبة التي اقتحمت جنين وبالتالي جنين على صفيح ساخن والاحتلال يسخن مناطق الضفة أكثر من مناطق الغز أشكرك كل الشكر نيضال بيك أبو زيد الخبير الستراتيجي والعسكري على حضورك الليلة ووجودك معنا شكرا جزيلا كل الشكر